هقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف منظومة انتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية وذلك بحضور وزراء البترول والزراعة والتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين وخلال الاجتماع شهدد رئيس مجلس الوزراء على زيادة حجم صادرات الدولة من الأسمدة في ظل ارتفاع سعر الأسمدة عالميا مع تأكيد على توفير احتياجات السوق المحلية مشيرا إلى ضرورة اعادة مراجعة المساحات المزروعة فعليا بصورة دقيقة وكذلك تحديد التوسعات المستقبلية لها لتحديد كميات الأسمدة الفعلية المطلوبة للسوق المحلية